موسيقى فاشر السلطان حاضرة ولاية الشمال دارفور بغرب السودان واحدة من أعرق المدن السودانية تضرب بجذورها في عمق التأريخ إذا تعود نجأتها إلى أكثر من خمسة قرون مضحف قصر السلطان علي دينار أحد معالم المدينة الرئيسية يشمخ بأنفة وكبريا في الجزء الغربي منها وترجع هذه التسمية إلى السلطان علي دينار آخر سلاطين مملكة الفور التي حكمت الجزء الغربي من السودان لأكثر من سبعة قرون وقد أمر السلطان علي دينار في العام 1911 ببناء قصر خاص به يتألف القصر من طابقين ولم يستعمل لأغراض السكن بل كانت توضع فيه الهدايا والغنائم القيمة التي تريد إلى السلطان بجانب تسيير قافلة الحجيج وموكب المحمل لكسوة الكعبة الشريفة من أمام باحته الشرقية حيث يقرعها ذار النحاسان لجمع الناس لوداع موكب المحمل وقد حول القصر إلى مضحف في العام 1977 بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق جعفر محمد نميري حيث قسم الطابق الأول إلى أربع قاعات الرئيسية الأولى تضم آثاراً لحضارة ما قبل التأريخ وحضارة المجموعة الثالثة وحضارة كرمع أما القاعة الثانية فتضم عهدي الدولة المصرية الوسطى والحديثة ورسومات من مملكة نبتة وتميمة على شكل إله وبعض أدوات الزين التي كانت تتزين بها إحدى الملكات في عصر مملكة مروي ورسم للسيدة مريم العذراء يرمز إلى عهد المسيحية قاعة التراث الشعبي تحتل حيزاً في هذا المتحف وتوضح بعض العادات والتقاليد والمورثات الشعبية التي تمارس في بعض المناسبات كبابها حجاب من الجلد لعلاج آلام الحلق آنذاك وعقد من قشر بيض النعام تلبسه النساء عند الولادة كتعويذة لحفظها وحفظ مولودها من الأرواح الشريرة القاعة الرابعة خاصة بالسلطان علي دينار تضم كرسية السلطان وسرج حصانه ومصحف مكتوب بخط اليد والعملة المحلية التي كانت تسمى رضينا ومذبحته وساعته إلى جانبي الكثير من الأسلحة البيضاء والنارية وفأسين أحدهما من الفضة والآخر من النحاس وسيف مقبضه من الذهب الخالص ورداءين باللون الأحمر والثاني باللون الأصفر كان يلبسهما السلطان في مناسبات بعينها لا يخلو يوم من الزوار في هذا المكان سواء كانوا سودانيين أم وافدين من الخارج حيث يقوم المرشد بشرح كل ما يتعلق بمقتنيات المتحف والاستكشاف المزيد عن المتحف صعدنا إلى الطابق الثاني عبر هذا السلم الحجري ذي الجوانب الخشبية لنجده خالد من الحياة تسكن جنباته أصداء الماضي التليد ويملأ حجراته عبق التاريخ الحافل بالبطولات فترجع بك الذاكرة إلى القرن الماضي لاستدعاء ذلكم العهد الذي أضحى مادة تدرس لكل أبناء السودان نقود من جديد لكل المشاهدين وهذا الجمال الساحر في بلدنا حلوة في الفاشر بالتأكيد